السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين هنعمل مع بعض كحك العيد هنعمل دلوقتي كحك السخن او كحك جدتي كحك زمان او زمنة مقدوحة تعالوا نشوف مع بعض هنحتاج ايه علشان يطلع معانا مزبوط بالزبط زي زمان ودايب خالص هنحتاج مع بعض نص كيلو دقيق دقيق الكحك والبسكوت وكمان معي نص كباية لبن دافي وربع كيلو سمنة مقدوحة سخنة جدا يعني شايلها من على النار معلقة كبيرة سكر بودرة ورشة ملح ومعلقة كبيرة ريحة كحك ومعلقة كبيرة سمسم ومعلقة كبيرة خميرة اول حاجة هجيب الدقيق وهبدأ حط عليه المعلقة الكبيرة السمسم ورحة الكحك وسكر البودرة ورشة الملح وهقلبهم كلهم مع بعض وطبعا الخميرة دوبتها في اللبن معلقة كبيرة خميرة دوبتها في نص كباية لبن دافي وهنزل بالسمنة وخلي بالكم النقطة دي السمنة بتفور ولازم اقلبها بالراحة عشان الحرارة بتبقى عالية جدا خلي بالكم من ايديكم وياريت تبقى الحاجة غويتة اللي بعمل فيها ومتبقاش بلاستيك طبعا عشان متتأثرش بالحرارة هحاول ان انا قلب كويس وكل السمنة تغلب زرات الديء كويس قوي زي ما انتو شايفين اهو انا بضغط عليها زي طريقتي لان انا ابسها تقريبا بس بالمعلقة لانها سخنة جدا مش هقدر اعملها بيدي دلوقتي ممكن بعد ما تبرد اعملها بيدي وبسها كويس اهو زي ما انتو شايفين الديء تشرب السمنة تماما دلوقتي هبدأ انزل بنص كباية الحليب الدافي بتدوب فيها معلقة كبيرة من الخميرة وهبدأ ادخل اللبن جوه العجينة وزي ما انتو شايفين بصوابعي مش بعجينها ببطني ايدي انا يضوبك بس بفرقها بصوابعي عشان اللبن يمتازج جوه العجينة كويس ومهما حاسيت بالقوان بتاعها ما بزودش اكتر من نص كباية لبن على نص كيلو دقيق علشان ما ينشفش معي الكحك وكده خلاص العجينة بتاعتي خلصت وهبدأ اعمل حشوة اول حاجة حشوة العجوة بحطها على النار وحط عليها زبدة او سمنة وقلبها كويس وافضل اضغط عليها لحد ما كله يمتازج مع بعضه زي ما انتو شايفين كده ونقطة دي مهمة جدا علشان خاطر العجوة ما تنشفش مني جوه الفرن آآ وتنفصل عن الكحكة عاملها كور بعد ما تبرد ودلوقتي نعمل مع بعض حشوة العجمية مع لقتين كبار دقيق مع لقتين كبار سمنة ونص كباية عسل نحل على النار هنزل الاول بالسمنة بتاعتي وعليها مع لقتين الكبار دقيق وهقلبهم كويس قوي قوي لا زي اكيني بعمل بشامل بعد ما يفور كده ويغمق معي سنة يصفر بس هنزل بالعسل النحل بتاعي وهقلبه كويس قوي قوي لحد ما قوامه يتقل ويبدأ يغلي ويطلع على الفقاعات بتاعته هوريكه كده امتى هنشيله منع النار انا بقلب فيه اهو زي ما انتوا شايفين بدأ يغلي معي وقوامه يبقى تقيل هشيله حطه في طبق لحد ما يبرد خالص تماما وبعدين قد اعمله برضو كرات صغيرة وكده انا خلصت معايا كرات العجوة وكرات العجمية وكرات الملمن والملمن ما بضيفش لي اي حاجة دلوقتي بقى هنبدأ نشوف الحاجات اللي هنشتغل بها في الكحك دي البصمات ومعايا كمان المناقيش ومعايا الاشكال التانية دي برضو بعمل بيها بس طبعا الكحك بتاعي النهاردة اساسه المنقاش اللي هو كحك زمان ده اللي بنقعد حوالينا حوالي جدتنا امهاتنا وننقش الكحك ده اه اساسا يعني بالمنقاش لكن انا قلت اطلع الاشكال دي البصمات اولا عشان خاطر الولاد عندي يعملوا اه ويبقوا مشتركين معايا كمان لانه مش هارف يعملوا بالمنقاش تاني حاجة انه كمان اللي ما عندوش المنقاش او مش بيعرف يشتغل به في كزا اختيار بالنسبة له يقدر يعمل به الكحك بنقشه بالشكل ده او اي شكل تحبوه نشوف مع بعض كده شكل تاني نعملوا مع بعض بالبصامة البصامة دي اللي بيعملوا بيها في المحلات برا طبعا ما بيودوش ينقشوا بالمنقاش وان شاء الله لنا حلقة مع بعض اه هنقول بقى كحك المحلات والافران بيتعمل ازاي طبعا لا بيقضحوا سامنا ولا بيقشوا منقاش حاجات سريعة جدا هنشوفها مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله خلي بالنا ان احنا لما بنضغط البصامة على الكحكة لازم نسويها من الجوانب كويس لان البصامة بتضغط جامد على الكحكة وبتخليها مقاسها كبير دي الاشكال برضو انا حبيت اواريكم كل حاجة بنعملها ازاي علشان خاطر اللي مش عنده حاجة يبقى عنده تانية ويستخدمها خلي بالكم في الحاجات دي انا بقى تشيل الزيادات لازم اشيل الزيادات عشان يبقى شكل الكحكة متساوي وكمان ما يبقاش في عجين كتير في الكحكة بضغط عليها كويس عشان تاخد الشكل اللي موجود في في البصامة دي وبشيل كل الزيادات عشان ما يبقاش في عجين كتير خلاص كده احنا تقريبا خلصنا كل الكحكة اللي عندنا وبعدها صواني الكحكة جاهزة انها تدخل الفرن آآ وتبقى نشوف كده السواء بتاعها تقريبا الفرن لازم طبعا يكون سخر وبتاخد من اتناشر لخمستاشر دقيقة مش اكتر من كده واول ما تخرج على طول نرش عليها سكر البودرة وده يعني انا بفضله لانه الكحكة ببقى سخنة فبتمتص السكر البودرة وزي ما بنشتريها من بره كده بتبقى عاملة طبقة من السكر حواليها مش مسلا ايه نجي نرش السكر اول ساعة الاكل فنيجي ناكل نلاقي السكر نزل على الهدوم او بهدر الدنيا او بقى عايز نطبق ونشير السكر تاني نحطه على الكحكة لا والافضل اول ما تطلع من الفرن على طول ودلوقتي هنشوف كمان الكحكة اللي معاهنا اهو الحشوة جميلة جدا اللي خرجت برا الكحكة ولا نشفت ولا اي حاجة زي الفل والكحكة دايب خالص وناعم يا رب ان شاء الله تجربوه يعجبكم وبالفهنة